موسيقى استشهد الأهالي في غزة وترك الكثير من الأطفال عراتا في وحشة الشوارع الممتلئة بأنقاض المنازل دون مأوى ولا حنان وفي محاولة لتخفيف أوجاع العدوان على أطفال غزة أطلقت جمعية إنعاش الأسرة في مؤتمر صحفي بمقرها بمدينة البيري حملة كفالة لخمسة آلاف طفل هذه الحملة أتت بالشراكة مع مجموعة من الجمعيات الموجودة في مدينة إيرام الله البيري وبتونيا ولدينا الكثير من الكفلاء الذين كفلوا أطفال على مدار السنوات منذ العام 68 وحتى اليوم كذلك هناك مجال لتقديم مبلغ مقطوع لمرة واحدة يستطيع الشخص أن يتبرع لمرة واحدة هناك أيضا عدة طرق للتبرع إما القدوم إلى الجمعية أو التحويل عبر حسابات الجمعية أو التحويل أونلاين سواء من داخل فلسطين أو خارجها يعني درجة العادة أن نقوم في بداية كل سنة بتوزيع هدايا على المواطنين الذين يقومون بدفع ضرائبهم يعني قررنا أن نستثني هذا العام من هذه الهدية ونقوم بتخصيص هذا المبلغ لدعم هذه المبادرة وسنقوم بالتوزيع على كل مواطن يقوم بدفع ضرائبه بطاقة يعني تؤكد أنه قام بالتبرع بقيمة هديته لدعم أهلنا والأطفال في غزة وفي يوم إطلاق الحملة تلقت الجمعيات الخيرية الشريكة اتصالات عدة من فلسطين وخارجها للمسارعة في تقديم يد العون إلى أطفال غزة الجمعية تبرعت كمؤسسة وبالإضافة أن الجمعية نشرت على صفحتها وتوجهت لأصدقاء الجمعية ولكل اللي بيدعموا الجمعية أنهم كمان يتوجهوا لهذه الحملة ويدعموها وجانا كثير من الأشخاص وخلينا نقول الجهات اللي شافت هذا الشي وحبت إنها تدعم حتى من خارج الوطن اللي راح نقدمه هو عبارة عن كفالة للأطفال كفالة مادية أو معنوية وما شابه ذلك لأطفال غزة ذوي الاحتياجات الخاصة بعدين تسمى بطريقة أخرى ذوي الاحتياجات للظروف الحالية فهذه الكفالة راح تكون مادية شهرية أو لمرة واحدة أو وهكذا نأمل من هذه الحملة على أن نوصل لخمسة ألاف طفل حملة كفالة خمسة ألاف طفلا امتداد لبرنامج الرعاية بالإنفاق وبدأت جمعية إنعاش الأسرة العمل في هذا البرنامج في العام 1968 ويكفل البرنامج اليوم أكثر من ألف طفلا شهريا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة اشتركوا في القناة